تاني السؤال بقى التحكيم في مصر هل انت لو هتحط له درجة او لو هتقيمه من بره بقى يعني لو انت بصيت من بره انت جواي انا عارف بس لو بصيت من بره هل انت شايف التحكيم في مصر ماشي بشكل كويس السنة دي ولا عمتا السؤال عمتا ولا السؤال عمتا التحكيم في مصر شأنه شأنه اي حاجة في مصر الحكام في مصر محتاجين ياخدوا ثقة المسلوبة منهم ان الثقة فعلا للحكام المصريين مفيش الدعم القوي ليهم يعني احنا ممكن نكون اعلاميا تطلع تلاقي الحكم في الاعلام فيه لا يقل في كل مباراة خمس ست استوديوهات ومش متاح للحكم يطلع يدفع عن نفسه ومش متاح للحكم يطلع يتكلم لان دي طبعا شروط الفيفا بتمنع ده ومفيش حد ممكن يطلع برضو الخروج للمسؤولين الكلام كتير عن التحكيم بيه هاجم به بس ليه دايما الحكام دايما عندهم تحفظ فكرة التحليل التحكيم يعني لمحد يحلل حالاتهم احنا بنحلل برضو لعيب تكورة يعني بيقول لعيب ده كويس او مش كويس والمنازل بمعظم الوقت اللعيبة كمان ما تقدرش تطلع تتكلم عشان القدية بتاعتهم بترفض ده ايه المشكلة لما حد يطلع يقول والله النهاردة كابتن محمد عمل مباراة كويسة عمل اربع خمس قرارات هايليين بس فيه قرار او قارم ما كانش موفق في يوم ايه المشكلة بنا انه هو يطلع يتكلم اه قلل الفيفا لا مش بكلم على الحكم ما على المحلل التحكيمي لما بيطلع يقيم مثلا كابتن محمد الحنفي يقول والله كابتن محمد الحنفي النهاردة عمل مباراة جيدة عمل اربع خمس حالات ممتازين جدا بس كان فيه حالة او حالتين ما كانش موفق في هم إيه اللي دايق كابتن محمد في هذا الأمر؟ أبداً أبداً هي القصة كلها هو الحكم اللي يدايق من النقض يبقى ده مش هيبقى حكم أيوة والعمر يبقى حكم بالضبط لا لا أنا ضد ده لأنه فيه فرق بأنك أنت بتنتقد حالة حكمية أيوة وفيه فرق أنت بتنتقد شخصية ده غلط طبعاً ما تدخلش في اللي أنا ما حسبش مثلا اللعبة دي عشان هو ما حسبش اللي قبلها أنا ضد ده أنا ضد أنت تدخل جوايا أو تدخل جوا أو حاولي جامل الأهل أو حاولي جامل زمالك أو حاولي الجماهير هو مرضيش يدي إمزار هنا عشان لا ده أنا ضده لكن أنا مع أنك تحلل حالة حكمية طبعاً حالة حكمية جاية فأنت أتقول هنا ركلة جزاء كان يجب الإمزار شكراً لكن هو ما حسبش هو فكر هو بتاع لا أنا ضد المحلي اللي يتكلم بطريق أتفي معك بس هي دي اللي أنا ضدها لكن أنا مش ضد أبداً التحليل الفني طيب هل ده بيأثر عليكم أنتو كحكم بيأثر في سكرة الحكام في نفسهم بيأثر أنه بيضغط الحكام ومنازلين مباريات الأرائي الكتير دي بص هي بترضو بتعتمد بترجع لمسؤول اللجنة مسؤول اللجنة هو اللي بيأويك ومسؤول اللجنة هو اللي أنت بتحس منه بإيه يعني مسؤول اللجنة هو اللي يقولك ما تخافش ما يهمكش إحنا معك أنت صح أنت قرارك صح فأتي خلاص أنت هتشغل بالك ليه بالتحليل لكن لو مسؤول اللجنة مشي مع المحللين ومشي مع قراراتهم هي دي اللي ممكن بقى تحصل فيها الخلل عند الحكام هايل مسؤول التحكيم الأجانب أخبارهم إيه في القصة دي تعالى كتين أجانب اشتغلت معهم كرتنبرج وبريرا دلوقتي يعني كرتنبرج ماكملش برضو موسم ومستر بريرا برضو دلوقتي ست شهور اللي فاتوا وبدأت الموسم السياسات مختلفة عند كل واحد حتى بدليل حتى مستر بريرا بيجي يتكلم يقول المدير الفني دايما يدي مثال للمدير الفني كل مدير الفني وليه طريقة بعض الحاجات نختلف معاه مثلا يقول أنا مدير فني وأنا ليه طريقة في الشغل فأنا هتمشوا معي بالطريقة اللي أنا بشتغل بها حتى إدي مثال بمستر بريرا قالك هو مدير فني هو اللي يحط التشكيل هو المسؤول زي برضو أنا مسؤول عن التحكيم أنا اللي هحط السياسة بتاعتي وانت اللي تتبعها فإحنا ما عندناش مشكلة إن انت غصبا عنك انت رضيت أم أبيت مع أي مدير فني أو أي رئيس لنك تحكيم قلت لي في النص لما بنختلف في القعدة يعني بنختلف نقول له والله كده أحسن أو كده ما ينفعلش يعني بعض الحاجات بعض الحاجات اللي هي في اللي هي المهام بتاعتك كحكم كنا مثلا متعودين على حاجة معينة فقال لك لأ اللي أنا بقول لكم قال ليه دا عملوا مش في القرارات في اسلوب جارية في التحركات في بعض الأمور فقال لك لأ هي دي الطريقة اللي أنا عايزكم تشتغلوا بها حلو لا